ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نشوف استمرار لهذه السياسة حتى منتصف العام القادم وهنا نبدأ نرى البيانات الاقتصادية أم يعني تتأذى بعض الشيء من خلال الأسعار الفائدة المرتفعة ولكن إذا نظرنا إلى سوق العمل فهو أداء ممتاز وجيد جدا ريتيل سيلز أو مبيعات تجزئة لا تزال جيدة معطيات الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع ننتظر مبيعات المنازل منه مهم جدا أن نرى مدى التطور أعلانات أرباح البنوك كانت لا بأس فيها هي بتراجع ولكن لا تزال أعلم من التوقعات أي أنه ريسيشن أو الركود في الاقتصاد الأمريكي ممكن ما يتحقق بالوقت الحالي أو بالسنة الحالية ممكن نشوفه بنهاية الربع الرابع من العام القادم إذا ما استمر تشديد السياسة النقدية بطريقة قوية و75 نقطة في كل اجتماع مثلا يعني إذا استمرت هذه الوتيرة هل تعتقد بأن السياسة النقدية ستستمر حتى ذلك الحين؟ أعتقد أنهم مضطرين حتى يصل التضخم إلى مستويات على الأقل دون الستة بالمئة وهذا سوف يتطلب منه أنه سيكون في عنا ضغط كثير على الاقتصاد ضغط على النمو الاقتصادي رفع أسعار الفائدة هو خنق تدريجي للنمو الاقتصادي لأنك أنت عم تسحب السيولة من الأسواق نحو الأصول ذات العوائد المنخفضة طيب رائد إلى أي اتجاه سيصل الباوند برأيك وسط تطورات سياسية الحاصلة؟ يعني أعتقد بداية غير موافقة على الإطلاق كانت للحكومة البريطانية الجديدة وأعتقد إقالة الوزير الخزانة السريعة وتعيين هانتر ليكون هو البديل هي ضرورية ولكن يجب أن يكون هناك تنازلات في ما يتعلق ببرنامج الحكومة الجديدة للضرائب هي تعد بأنه سيكون في تقليصات كبيرة في الضراب لا يمكن تحقيق ذلك لأنه من أين سوف يتم التمويل إذا لم يكن من خلال الضراب بالتالي هذا حقق نوع من القلق في الاقتصاد البريطاني وفي الأسواق البريطانية ومشاهدنا تدخلات مفاجئة للبنك المركز البريطاني لدعم سوق السندات نتمنى أن لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى وأن يكون مقبول نوعا ما الطرح الجديد من الحكومة حتى لا يكون هناك تدخلات عنيفة من قبل البنك المركز البريطاني قد تسبب ضغط أكثر للباوند بالاتجاه الهارض طيب سريعا رائد عن النفط هل هناك المؤشرات الإيجابية للصادرة لحتى الآن من الصين هل ستغير تصورك لأسعار النفط؟ يعني يسا فيه تأجيل كمان لبعض البيانات لأنه تي مقبل إلى ولاية جديدة فبالتالي هناك تأجيل في بيانات الجي دي بي ناتج المحلي هذا الأمر أعتقد سوف يظهر على الصين الضعف في الناتج المحلي وهي أحد المقاييس المهمة التي ننظر إليها عندما نقول أنه هناك ركود عالمي لأن الاقتصاد الصيني بلا شك تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن النفط يكون عندي مستفيد بعض الشيء من خلال التخفيضات الأخيرة في الإنتاج ممكن نشوفه حتى يعني يستقر فوق 90 دولار بالنسبة للWTI حتى نهاية العام؟ يعني ممكن جدا هذا الأمر أنه يحدث ولكن العائق الوحيد هو قوة الدولار الأمريكي المبالغ فيها رائد الخضر رئيس قصمي أبحاث في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك